الشرطة في كافة المطارات الأوروبية قد تستخدم في القريب العاجل سجلاً للبيانات الإسمية والشخصية يخص كافة المسافرين من وإلى وعبر أوروبا والبرلمان الأوروبي سيشرع في هذا المجال بحسب النائب البريطاني تيموتي كيرخوب مقرر قانون جديد خاص بسجل البيانات الإسمية والشخصية للمسافرين الإرهابيون لا يقومون عدة بأسفار آحادية الوجهة بل يتنقلون على مراحل كان صعباً رصدهم إنما الآن وبواسطة المقترحات الجديدة سيسهل رصد الإرهابيين وستتمكن السلطات من تطبيق القوانين الخاصة بالمشتبه بهم مجموعة نواب الخضر في البرلمان الأوروبي تدعو إلى تفعيل استخدام البيانات الموجودة حالياً بتصرف الشرطة تقول في هذا المجال البرلمانية الهولندية جوديت سانجرتيني الاعتداءات على شارلي إبدو وفي تولوز وعلى المتحف اليهودي في بريكسل واعتداءات أمستردام منذ عش سنوات واغتيال تيو فانغوغ كل الذين ارتكبوا هذه الجرائم تعرفهم الشرطة وكان الأجدى أن يلاحقوا بدل وضع البيانات الشخصية داخل أجهزة الكمبيوتر من البرلمان الأوروبي مارغاريتا سفورزا من يورونيوز تشير إلى أن العمل بسجل البيانات الإسمية والشخصية للمسافرين يلزمه تشريع يتبع بمقترحات محتملة من المفوضية الأوروبية ثم يوافق على ذلك القادة الأوروبيون مارغاريتا سفورزا أورونيوز برسل